كانت هناك محاولات لدرء الحرب بين العراق وإيران سواء من العراقيين أو من أطراف دولية والله أنا شخصيا لم أتحسس بها كذا الشيء يعني وكأن العالم كله وإسرائيل والبلاد العربية ودول الخليج وحتى سوريا وحتى الدول الأخرى كانت تتمنى أن يعني أن تستمر الحرب أن لا يكون العراق بهكذا مستوى من القوة نعم يعني وزايدا التصور وهذا الصحيح يعني فيما إذا دخل البلدان الحرب فمعنى ذلك البلدان سينشغلان في هكذا أمور وبالتأكيد سيضعفان من ناحية الأسكرية ومن ناحية الإقتصادية وهذا في صالح المنطقة عموما والدول العظيم خلينا ننتقل إلى محطة أخرى أيضا سابقة تقريبا بال76 أو 77 لما التقيته مع ضباط إيرانيين أنتم كضباط إراقيين نعم وبحضور ضباط جزائريين في منطقة حاج أمران نعم شنو اللي كان يدور هذا في زمن الشاه تقريبا في زمن الشاه مو تقريبا نعم زمن الشاه بالمناسبة سيد جلال والسادة المشاهدين ترى المشاكل بين العراق وإيران مستمر حتى من الأحد الأثماني والعهد الصفوي والعهد العباسي وحتى العهد الأموي ولو لم تكن إيران بهذا المفهوم موجودة ولكن بلاد فارس موجودة وحتى في الثلاثينيات بالمناسبة وحتى في عام 1945 حتى في عام 1947 نحن نعرف أن الدولة الوحيدة الكردية المؤسسة في عموم التاريخ هي دولة مهابات الكردية في اعتبار من الشهر الواحد سنة 1946 وأجهضت فيما بعد لمدة سنة بقى تقريبا 11 شهر وأجهضت يعني محيط من الوجود فإذن الدعم الإيراني موجود المشاكل العراقية الإيرانية موجودة وتهدأ بعض الشيء وتستمر في أخرى وكان طبعا من صالح إيران أن يبخى العراق ضعيفا أو يؤذى بيد من يؤذى يؤذى مثلا بالأبناء مثلا نعم بالضبط بما يخص الحركة الكردية فالدعم الإيراني موجود والإيواء والتمويل والتسليح والتدخل والتدريب والتمويل والمخابرات والاستخبارات هذه كلها موجودة اعتبارا من الستينيات وصلنا إلى 11 آذار بيان 11 آذار 1970 عندما حصل هناك هدوء نهش بسبب الاتفاق الذي جرى بين الحكومة بين النظام العراقي البحثي الجديد الذي صال ليس أكثر من سنتين بالحكم أنه يصير السلام في الشمال وتنبتق منطقة الحكومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر